أيضا عن السياسة نذهب إلى قصة نهاية حرمان طويل من السفر هذه رمسيا جلجي صاحبة لقب أطول امرأة في العالم لطالما حلمت بالسفر وكشاف ثقافة شعوب العالم لكن طولها الذي يزيد عن مترين حرمها من تحقيق ذلك بيد أن الخطوط الجوية التركية حققت لها الحلمة وجهزت طائرة يتلائم سفرها بإزاحة ستة مقاعد في الدرجة الاقتصادية لإفساح المجال لها وهو مكنها من السفر لأول مرة إلى الولايات المتحدة في رحلة استمرت 13 ساعة رمسا ذات الخمسة وعشرين عاما مشاهدين تعاني من متلازمة تدعى ويفر ويطراب وراثي نادر يسبب النمو السريع ما جعل رمسا غير قادرة على التنقل إلا باستخدام كرسيا متحرك شبهت التركية عربت عبر انستجرام عن سعادتها بالرحلة مشيرة إلى أنها كانت خالية من العقبات من البداية إلى النهاية وأنها لن تكون رحلتها الأخيرة بالتأكيد الفرصة التي حظيت بها رمسا للسفر أول مرة في حياتها كان لها صدى على وسائل التواصل هنا المدونة إيمي جوي سعيدة بالخبر لكنها تشعر بالفضول بشأن ما إن كانت الخطوط الجوية قد فرضت عليها رسوما إضافية مقابل جميع المقاعد التي استخدمتها لسفرها أما ليانا دوكيت فعبرت عن فرحتها لقدرة رمسا على السفر جوا وأشارت إلى أن المشكلات الصحية خصوصا المزمنة منها تحد قدرة أصحابها في كثير من جوانب الحياة ترجمة نانسي قنقر